اهلا بحضراتكم من جديد كنا نتكلم معاكم في بداية الحلقة عن فلسفة التخطيط العمراني الجديد هذه الفلسفة اللي بقينا بنشوفها على ارض الواقع على سبيل مثال وليس الحصر العاصمة الادارية الجديدة كمان غيرها من المدن اللي الدولة نفذتها ولسه الحقيقة بتستكمل فيها هذه الفلسفة بتعكس حجم المجهود الكبير اللي اشتغلت علي الدولة المصرية عشان مش بس تتحول الصحراء لمدن ذكية ومستدامة فكرة كمان ان هي محمد تقدر تواكب التطور العمراني الموجود تقدر تواكب الاحتياجات المناخية والبيئية اللي بقيت لازم تكون موجودة والاستدامة زي ما كنا منتكلم اول مرة نسمع جمانة مصطلحات زي مدن ذكية مدن مستدامة مدن الجيل الرابع المدن الخضراء مصطلحات جديدة بنشوفها في البيئة العمرانية المصرية الحقيقة على امتداد الجمهورية في مدن كتيرة جدا لكل مدينة طرز معمارية مختلفة وتخطيط عمراني عشان حياة افضل لساكنيها دايما العمران بيتجه لحياة البشر النهاردة نعرف اكتر حوالين فلسفة التخطيط العمراني في مصر ما عظفنا اللي بنوارنا في الستوديو المهندس احمد حسن خليل خبير التنمية العمرانية اهلا بحضرتك بنوارنا ومشرفنا فاند اهلا وسلاما فاند وصلاح حضرك وطيبين رجل الصحة والسلام مهم جدا نبدأ بمرحلة التخطيط العمراني فلسفة التخطيط العمراني في مصر واحنا شوفنا السنين اللي فاتت ملامح كتيرة في مدن مختلفة وصولا للعاصمة الادارية الجديدة لو حابب اسأل حضرتك في البداية برؤيتك ما هي ملامح فلسفة التخطيط العمراني في مصر الفترة اللي فاتت طيب بسم الله الرحمن الرحيم هي فلسفة الدولة كلها ويمكن بدأت كل الدراسات على الجمهورية بكل مدنة اننا مصر من اول الخليقة لغاية النهاردة هي بتحتل حوالي من 5-7% على مر السنين نسبة من مساحتها عمران والباقي كله ارض فضاء فبقى اول فلسفة عندنا خلاص اننا ازود الروك على عمراني لان الزيادة المطردة في عدد السكان بقى ما تستحملهاش المساحة المحتلة من العمران في مصر فبقى اول فلسفة او اول طلب هو اننا نزود الرقع العمراني طب احنا كنا بنستهدف قد دولة مصرية استهدف مضاعفة مساحة الرقع العمرانية في الجمهورية دي اول حاجة حاجة تانية دراسة السكان عندنا في مصر هل هم من السكان اللي بيهجروا يعني بيطلع 200-300 كيلو لمكان تاني يعمل مدينة جديدة لا خلاص الفلسفة او منهجية السكان في مصر ان هو حابب ان يبقى القفزة بتاعة العمران بتاعته من 50-60 كيلو يبقى قريب من مكان يبقى قريب من مكان ما يروحش حتى بعيدة بالزبط بالزبط الحاجة التالتة ان هو ما بيطلعش على نشاط واحد ما بيطلعش على نشاط زراعة بيطلع على نشاط متكامل عشان كده العمراني المتكامل الخدمات هو ما بيطلعش على ما بيطلعش على الزراعة بس بيطلعش على الصناعة بس ما بيطلعش على التوظيف بس فبقى دي كلها من ضمن الفلسفات الفلسفة الرابعة أو المنهاجية الرابعة اللي اتعملت في كل المدن ان انا حاول احافظ على الرقع القديمة واعمل شبكة مواصلات خلاص تعكس التنقل من وإلى المناطق اللي بتخدمها يعني هي نشر حكتر يعني وهتلاقي الكلام اللي انا بقوله ده في كل 27 مدينة الجديدة اللي من ضمنها العاصمة كلها اتعملت بنفس الهيكلة عاصمة المحافظة وليكن عاصمة القاهرة القاهرة خلاص او اي محافظة من محافظاتنا عاصمتها هتلاقي كل التنقل اليها لجوة العاصمة كل اطراف العاصمة كل اطراف المدن اللي حواليها رايحين لمنتصف العاصمة نيجي بعدها الطرق تزحم نبدأ نعمل الدايري الاولاني وبعد كده الدايري التاني وبعد كده الدايري التالي خلاص المنطقة اختنقت ما بقاش فيه اي نوع من انواع الحركة والحركة قلت فنبدأ نفكر فبقيت الفكرة إيه أدور على إيه العاصمة اللي في المنتصف دي حواليها في اتجاهتها فيه اتجاه عليه عمراني متكامل وعليه مناطق جذب أكبر نبدأ ندور نحط في الاتجاه ده إحدى المدن الجديدة العاصمة الجديدة للمحافظة دي المينيا الجديدة منصورة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة سكندرية هتلاقي كل عواصم مصر تعمل فيها أسيوت الجديدة، إينا الجديدة، اللقصر الجديدة، سويس الجديدة، الإسماعيلية الجديدة هي كلها تاخد اتجاه من الاتجاه ده فيبدأ الحركة على أحد الطرق الدائرية كلها من كل المدن اللي حوليها بتتجه لهذه المدن يبقى أنا فرغت المشاكل المررية ووفرت حياة كريمة لكل المدينة ده وحطيت مدينة قريبة على زم ما قلنا من 50 ل 60 كيلو ولا ينفع أبعد ولا ينفع أقرب ودي لها قصص ثانية نقول دكتور يمكن دي المنهجية أو طريقة الفكرة أو الفلسفة بس يعني أكيد كان فيه برضو آلية تنفيذ ما كانتش سهلة ويعني يعني خلينا نقول على أقل تقدير كان فيه تحديات طبعا كبيرة جدا الموضوع ما كانتش بهذه البساطة يعني ولكن بهذا التفاؤل طبعا طبعا إحنا بنقول الفكرة يعني ده الفكرة المنهجية والفكرة دي فرق بين الفلسفة وآلية التنفيذ على أرض الواقع طبعا 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 وبردو تاني احنا بنقول الفلسفة بكل بساطة لان دي مش في مصر ولا ده ده منهجية ان عاصمة جديدة أو مدينة جديدة على مستوى العالم كله وده مهم ان يكون عندي طريق التفكير بمشي على أساسها بالضبط بالضبط ودراسة موجودة برضو احنا يعني برضو رسالة ونقولناها كذا مرة وبنأكد عليها ان ايه المدينة اللي اتعملت اللي مكانش عندنا من 2004 ل 2005 ملف كامل موجود على موقع هاي التخطيط عمراني بيقول ان الدراسة بتاعتها اللي بتؤكد حتمية نقل المقر الاداري نقل العاصمة انشاء مدينة جديدة موجودة ولكن التحديات هنا بقى في القرار دي المنهجية نيجي مثلا نمسك على سبيل المثال العاصمة الادارية الجديدة عاصمة الادارية الجديدة 2005 ل2008 كان فيه دراسة كاملة اتعملت وكان بيساعدون فيها كذا وكالة من الوكالات الاجنبية اللي تختص بالتخطيط العمراني واكدت حتمية اننا انقل المقر الاداري للحكم من مقر العاصمة بردو نرجع تاني طب دي اول مرة تحصل في مصر مصر على عمرها عندها 19 عواصم يعني ما حصلش ان مصر اكبر عاصمة في الوقت اللي حصلت هي القاهرة لانها عادت حوالي الف سنة ولكن احنا عمدنا منف وعمدنا تل العمرانة وعمدنا سكندرية يعني في كل العصور انا عمدي عواصم كتيرة للدولة فلما جي التحدي بتاعة الخبراء التخطيط العمراني وبدأوا يجتمع وهنا النقطة اللي بنقول ايه مين يبدأ يخطط للعاصمة الادارية ومين يبدأ فبقى قدك الخبراء التخطيط المصريين ليه الخبراء التخطيط المصريين خلاص لانهما اللي اضرب بسلوك المواطن احنا برضو هي مش نقلة ده هي اللي اضرب حضرتك من شوية قلت كلمة مهمة جدا استوقفتني فكرة العمران المتكامل يعني على امتداد كل محافظات مصر بنشوف مدن جديدة يعني المنصورة الجديدة المينيا الجديدة السوت الجديدة وكأن كل محافظة فيها امتداد اخر لي صحيح المصطلح ده فكرة العمران المتكامل عشان يكون جاذب لسكان المدينة الاصلية المحافظة الاصلية انه يقطع ال 50 او 60 كيلو ويروح مدينة جديدة ازاي انافذ هذا العمران المتكامل اعمله ازاي بقى طبعا خبر التخطيط العمراني وبدراستهم اتلاقي مقاسمين الجمهورية الى حوالي من 5 ال 6 اقليم في اقليم شمال البحر الابيض ده بيمتاز بكل الاجواء بتاعة السياحة الشاطئية وبتاعة الاستزراع السمكي وبتاعة النشاط الجاذب هناك للمنطقة فيه مناطق اقليم خناط السويس فيه مناطق اقليم جنوب البحر الاحمر تلاقي كل منطقة تلاقي كل اقليم خصائص بيئية او عمرانية نقدر نقول بالزبط بالزبط الخصائص دي بتخليني اعمل نشاط جاذب للمنطقة نشاط جاذب ونشاطات مكملة خلاص نشاط رئيسي هو اللي بيعتمد عليه السكان ونشاطات جاذبة اليه طبقا لما هو متوفر عندهم في المنطقة طبقا لاجواء وصلاحية التربة طبقا لعناصر البشر نفسهم والسكان طبقا لاحتياجاتهم حضرات كلنا عارفين ان احتياجات حتى المصريين في كل منطقة مختلفة عن التانية طريقة عشيتهم مختلفة فدي اهم حاجة بتتحط من ضمن العناصر اللي هيبدأ يخططوا عليها المخططين طيب دكتور بشكل بسيط جد المنفع اللي هتعود على المواطن اللي بالفعل ساكن في المدن خلينا نقول مدن الاصلية والمدن المتعرف عليها ايه المنفع اللي هتعود المواطن لما ابني له مدينة دوميواط الجديدة سوهاج الجديدة المنصورة الجديدة ايه اللي هتعود عليه طيب اولا هي لو انا ما عملتهاش كان هيتضر من ايه وهو ممكن هو ازياء برضو احنا في عمر المدن العشرة والعشرين والتلاتين سنة دي مدد قليلة يعني كنها سنة اثنين تلعب لو يعني في القاهرة كلنا كنا عارفين سلوك منطقة القاهرة من 2014 ل2020 خلاص مرور تكدس غير طبيعي على الرغم من كل شبكة الطرق اللي بتتعامل كل المواصلات زحمة العيشة نفسها بقت سعر السكن سعر السكن غالي جدا فهو لو ما اتعملش كان هيش ازاي سيلاقي مكان للإقامة بتاع الجيل الثاني والجيل الثالث المدارس بقت مقتزة وعدد الطلاب اللي موجودين في المدارس بقت الفصل كام واحد طب عشان نعمل مدارس اكتر بقى التلميذ بيركب باص عشرين وثلاثين كيلو فهي نقطة هل كان ينفع يكمل عيش كده لا اما لما اعمل مدينة جديدة دورة الحياة بتتحسن دورة الحياة بتتحسن الوقت اللي كان بياخده في وسط الدايرة العشرين كيلو هو هو الوقت اللي بياخده في الاربعين كيلو بعدها بشوية الجيل الثاني والجيل الثالث هيبدأ هناك يتوطن في المنطقة الجديدة فبقت منطقة جديدة كمية المسطحات المبنية بتعمل تعادل في الأسعار مهما كان هي برضو السؤال لو ما كنتش عملت كان هيبقى بكاب طب ما كان ده حيتم إلا بشبكة طرق مهمة جدا وعزين حضرتك توضح لنا الفكرة دي إنه مهم جدا يبقى فيه بنية تحتية وشبكة طرق متميزة ممتدة على ربوع الجنهورية عشان أبتدي أنتقل من المحافظات الأصلية لمدن جديدة طيب وهناخدها برضو على العاصمة الإدارية يعني هناخدها لو إحنا العاصمة الإدارية روحنا المكان دلوقتي ومتجاهلنا الطرق تحت بند إن هي عاصمة كان هيبقى الوضع إيه ولا كنا نعمل الطرق والشبكة النقل الزكية كاملة شبكة النقل كاملة كل وسائل النقل خلاص في المكان الجديد هل كان ينفع تتنقل؟ إحنا زي ما بنقول نرجع تاني للأساس الفكرة إن كان العاصمة الإدارية الحالية أو المقر الحكومي اللي هو وسط القائرة كان كل الدرسات بتقول عشان نسهل التنقل فيه خلاص؟ عشان نرفع النقل في العاصمة كنا محتاجين لمشروعات نقل بحوالي 100 مليار دولار خلاص؟ عشان ما وصلش أرفع بس السرعة متوسط سرعة التنقل داخل القائرة من 6 ل 15 كيلومتر في الساعة أنا كنت محتاج 100 مليار دولار ناخد بقى 100 مليار دولار وهي الأزمة ما تحلتش أنا بأجلها من 2030 إلى 2050 برضو هتبقى عندي أزمة تاني فلما أطلع روح أعمل عاصمة إدارية برضو زم بنقول هي تبعد من 40 إلى 50 كيلو من أطراف القاهرة القاهرة الأديمة للمقر الحكومي كان عليها الدائر الأولاني والدائر الأوسط والدائر الأقليمي خلاص؟ وهروح أعمل شرق القاهرة الجديدة هعمل مقر إداري حكومي مقر الإداري الحكومي ده لو ما كانش فيه طريق تميل عين السخنة 6 حرات النهار ده دائر الإقليمي بأربع حرات وأنا بأعمل القطار الكهربائي اللي كانت كل درساته بتقول إنه هو يوصل لغاية مدينة العاشر فروح تانى مده لغاية الدولة مدته لغاية العاصمة الإدارية طب أنا طريق المشروع القديم اللي كان موجود في القاهرة الجديدة من 2005 إنه هو يتعمل سوبر ترامي يمشي في وسط القاهرة الجديدة غاية الجامعة الأمريكية روح تانى لقيت إن أنا محتاج بقى عندي نقطة جازبة تانية اسمها العاصمة الإدارية هتجيب ركاب فبقى عندي ركاب فوق الخمسين ألف راكب فروح تعمل مونريل واحتموا دي لغاية هناك لو أنا ما كنتش عملت الكلام ده روح تموسع التسعين الشمالي وموسع طريق السويس وعامل محور جمال عبد الناصر وعامل محور شنزو آبي ومسهل الحركة لكله والطريق ده للإقليم ووسعته وعملت الكلام ده كله كان النهاردة بقى عندي مشكلة لو أنا ما عملتش الكلام ده برضو في المقر الإداري الجديد للحكم بس هي الفلسفة برضو تاني قادي المكان اللي احنا بنقول عليه بوسط القاهرة وعاكده نروح تعامل مدينة جديدة وعاكده المدينة الجديدة هي أقرب مكان لكل القاهرة اللي جاي من أكتوبر يطلع من الدائر الأوساطي بيخشش وسط البلد يطلع من الدائر الأوساطي ويروح لعاصمة الإدارية الجديدة اللي جاي من الشرقية ييجي من الدائر الأقليمي اللي جاي من الصعيد من المينيا ومن بنيسويف وعايز يروح العاصمة الإدارية ييجي من الدائر الأقليمي من الجنوب ويطلع طب اللي ما عندهوش عربية يلاقي القطار الكهربائي يركب الخط الثالث وبعد كده ييجي على محطة عدل منصور يركب قطار الكهربائي يروح لغاية العاصمة دكتور هذا التوسع الأفقي العمراني والخبرة حتى يمكن العمرانية الجديدة بالشكل الجديد اللي بقت موجودة عندنا أكيد بشكل كبير جدا هتنعكس على جذب استثمارات في هذا المجال التحديد وده مجال ضخم جدا لأي مدى هتنعكس على جذب الاستثمارات في مجال إنشاءات أو مجال بناء المدن الجديدة قد إيه بقى عندنا هدي الخبرة طبعا هو من ناحية العمران فهي مصر معروف بيها من عمران منزلة هي عندها الخبرة بس تأكيدا لكلام حضرتك يمكن مع الحداثة كمان أكتر وتلبية كل الاحتياجات زي ما حضرتك قلت حسب تنوع كمان المنطقة بالزبط والتنفيذ وسرعة التنفيذ وضبط جودة التنفيذ يمكن دي تلات حاجات في الأول إحنا نقول إن في الموضوع ده نعكس عليه نعكس إن النهاردة كل عادة التعمير اللي موجودة في ليبيا شركات مصرية طب هي شركات مصرية بقى التنافس في العراق في السعودية يعني أنا لي زميلي مهندسين في شركات كبيرة في العراق وأسدزة بالتصميمات طبعا هي هي التصدير بتاع المهمة دي أو التصدير بتاع الشغلانة دي من كل عناصر من الاستشاري ومن المهندسين الخبرات يعني بالزبط من كلهم بيوصلوا المرحلة إن أحد الوزراء في أحد الدول رفض إن الكبري يخلص في 8 شهور إحنا طب 12 شهر خلاص عشان الفلوس بتاعته طب وييجي في منطقة يقول لهم طب المصريين بس ييجوا هنا عشان دي منطقة عندها يبقى فيه ثقة في الخبرات المصري بالزبط دي أنا عايزة في 4 شهور يعني ومش يعملوها غير المصري ومش يعملوها غير المصريين فهو تصدير لصناعة كاملة اسمها صناعة المولاد موجودة دولاتي في كل الدول العربية في كل الدول العادة طب هانس أحمد عايزة أسأل حضرتك عن المصطلحات اللي احنا دائما بنسمحها المدن الذكية المدن المستدامة مدن الجيل الرابع إلى أي مدى فلسفة العمران في مصر بتواكب مثل هذه التطورات اللي نقدر نقول تطورات حداثية في مجال التخطيط العمراني وإحنا فين من مفهوم المدن الذكية الجديدة طيب العاصمة الإدارية برضو نرجع تاني للعاصمة الإدارية احنا كلنا لما بنبقى حد مسافر برة وينبسط من ان مثلا في دبي لو حاجة ضاعت يجيبوها بالكاميرا بالأبليكيشن تركب الباص وتركب تعرف المترو بتاعك كلام ده كله محتاج بنية تحتية كبيرة جدا محتاج بنية تحتية ان ما فيش متر ما يبقاش فيه كاميرا ومربوطة بالمركز الرئيسي للمرأبة والكلام ده كل النهاردة كل البنية التحتية بتاعة المدن الذكية موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة خلاص كل البنية التحتية اللي تخص ان حضراتك وانت ماشي كمدينة آمنة ان كل المدينة كلها مترأبة بالكاميرات وفيها كل عناصر الأمان اللي مهما حصل تبدأ تشوفها الحاجة اللي بعدها في المدن الذكية ان حضراتك هتلاقي كل المدينة مربوطة ب ان انت تقدر تدفع المية بتاعتك أونلاين تقدر توصل كل الخدمات اللي موجودة في الحكومة ببرامج أونلاين تقدر تأجر وتستأجر أحد العقرات كلها أونلاين فدي كلها محتاجة بنية تحتية ودي كلها طيب المدن المستدامة خلاص انت حضراتك بتتكلم على مدينة معمولة فيها كل البنية التحتية فيها القهربة بتاعتها متجددة فيها القهربة بتاعتها متجددة فيها إعادة تدوير لكل المية وإعادة تدوير لكل الحاجة بتاعتها لها إعادة تدوير وتستخدم تاني فكل الموضوع ده كله بيدينا مدن مستدامة كمانا مشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا المهانس أحمد حسن خليل خبير التنمية العمرانية كل سنة وحرك طيب شكرا لحضرتك شكرا